ووارد قوي يبقى ما بين الزجين مشاكل أي اتنين مفيش حاجة اسمها لا إحنا عايشين في سعادة لا في مشاكل بس إحنا اللي بقدينا نطورها ونصعدها وإحنا اللي بقدينا ننهيها الطرف اللي غلطان لإن طالما في مشكلة بين اتنين يبقى واحد فيهم اللي غلطان صح الغلطان أنا آسف خلصت طبعا لكن بقى أكابر وهو يكابر المسألة بتتصعد المسألة بتخش في الأهل في الولاد يشوفوا ده الجرام بقى يسمعوا العيلة كلها تعرف فدخول الناس بيبعد المسافة بين اللي اتنين لكن لو هما اللي اتنين حد اعتذر شكرا الموضوع بيتلم وبيتقفل على كده ده أكيد فبجد الموضوع ده بيقومنا احنا كمان شخصيا يعني أنا لما بقى غلطانة وحد يقول لي انت غلطانة وعملتي كذا 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 أنا بقوم نفسي من جوه الأول بمنع نفسي أعمل ده تاني وأقرره عشان ما تحطش في نفس الموقف واضطر طول ما أنا مش اعتذر بقى صح